موسيقى الدكتور أحمد عادل مدرس أمراض الذكورة والعقم طب القصر العيني استشاري عقم الرجال والضعف الجنسي زميل الجمعية الأوروبية للصحة الجنسية موسيقى الحوار لأول مرة نثيره من هذه المنطقة المهمة جداً فيه سلسلة شديدة الاحترافية شديدة التوضيح والتفصيل للمنطقة الهمة في العلم اللي اسمها الضعف الجنس ضيف العزيز الاسم المتميز في هذا المجال أستاذ الدكتور أحمد عادل أهلا بك الدكتور أحمد أهلا دكتور أحمد الحقيقة ضعف الاستجابة قضايا علمية خطيرة جداً ما معنى ضعف الاستجابة؟ احنا ذكرنا قبل كده دكتور أحمد في حلقات سابقة اللي احنا حالياً في الفترة الحالية دي بنسميها او عصر ضعيفي الاستجابة واحنا زي ما اتكلمنا قبل كده ان المنشطات دي كلها بدأت بأواخر التسعنات ووصلنا للمرحلة من الانتشار زي ما حيث ذكرت انها بقيت patient to patient مش doctor to patient يعني كانت قبل كده الدكتور هو اللي بيوصفها للمريد احنا وصلنا للمرحلة ان الصديق بيوصفها لصحبه زملاء العمل الناس اللي عادين على القهاوي وده كان بلعب دور كبير في النتيجة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي يا وسيلة رشوة على فكرة بالزبط كده احنا وصلنا للمرحلة من الانتشار الدار ليه؟ دايماً في جملة انا بقصر ان انا اؤكد عليها الضعف الجنسي هو عرض لمرض في بعض الاحيان وكل يوم في عياداتنا في مرضى بيكتشفوا انهم مرضى سكر عندي وانا دكتور امراض ذكورة في ناس بتكتشف انها مرضى بيرتفاع ضغط الدم عندي وانا دكتور امراض ذكورة لانهم بيتناسوا انه في احيان كثيرة بيكون الدعف الجنسي ده هو بداية اعراض مرض اخر ده اللي بيخلي في ناس كتيرة جداً اول ما يبتدوا يحسوا باي تغير في اداءهم يبدأوا يلجأوا لصيدالي قريب منهم لصادقهم في العمل او حد قاعد معهم على القهوة اعمل ايه؟ وبتبقى اسهل اجابة خدي خدي حتى وانا بقولها دايماً لو جابت نتيجة دلوقتي حضرتك بعد شوية هتفقد هذي نتيجة ليه؟ لانك عليكت العرض مش المرض انت كأنك واحد عنده صداع بدل ما يدور على سببه خد مسكن في الاول هيروح بعد شوية مش هيروح ده اللي بيخلي واحد يبدأ ودي الجملة الشهيرة ده هي ربع حباية ما هي الربع ده بعد شوية هيبقى نص هيبقى قرص وبيجي لنا ناس وبيدون اي مبالغة يا دكتور اين اربع حبيات في المرة خمس حبيات في المرة بقول له يا فندم انت كده هتموت روحك مش لانه ودي نقطة في غاية الاهمية فيه اعتقاد شائع جداً عند كل الناس الادوية دي يا فندم بترفع ضغط خالص حيك زي ما ذكرت بتؤدي الانخفاض بضغط الدم حيك تعرف فيه ادوية اللي فيها مركب النايتريت هو ليه النايتريت كنتراندكيتد مايفعش يتاخد مع ادوية السلدنافيت بالزبط لو انا خدت دواين بيوطوا الضغط هيعمل هبوط شديد في ضغط الدم حضرتك لما تاخد خمس حبيات انت بتعرض نفسك لهبوط شديد في ضغط الدم قد يؤدي لتوقف عضرة القلب فبالتالي فكرة ان انت تبقى طبيب روحك او صاحبك هو طبيبك ده اللي بيؤدي في النهاية على يعني احسن الفروض ان الحبات بطل تجيب نتيجة ان ما كانش اخطر من كده فهي دي اكبر مشكلة بنواجهها حالياً فكرة انها بقت patient to patient واحد بيدي لصاحبه واحد بيدي لصديقه الادوية الخاصة اني لو احنا اطلقنا عليها هي مناشط جنسي ولا مقوي جنسي اصلا مناشط دي ما تستستيرون يعتبر هورمون يعني بولاترو فيه ريليزنج هورمون يعتبر بهم مناشط سؤال ده يا دكتور عيمان بقى غاية الهمية يجي المريض وقلاق انه هو مثلا عنده فرصة انه يجيب نتيجة على علاج وابدأ اكتب له علاج اللي احنا نذكر بعد شوية انه هو مش بس حباية مناشطة عند اللزوم فالمهم ابدأ اكتب له دواء بدون ذكر اسامي طبعا قال لي ايه بيولي ايه ده يا دكتور ده ما هو مناشط انا مش عايز مناشطات انا عايز علاج ودي فرصة اللي احنا نوضح للناس يا جماعة هو يعني ايه مناشط مناشط يعني بيوناشط الدورة الدموية الضعيفة اللي احنا شخصنا لانه دي النقطة الاهم لابن كاميريا دايما التشخيص واهميته اللي اثبت ان انت عندك قصور في هذه الدورة فبالتالي انا محتاجة اديك دواء ينشط هذه الدورة فهو اسمه مناشط لانه ينشط هذه الدورة ده مش معناه انه مش علاج ما هو يفنم ده علاج انت مرضك قصور في دورة دموية حلو ده وينشط هذه الدورة فمناشط ده مش معناه انه ده مش علاج المناشط هو علاج لكن على شرط اكون في البداية شخصت حضرتك وجه القصور فين هل هو وجه القصور في دورة دموية شرايين ولا اوردة هل في مشكلة في نسيج القضيب هل عندك نقص في الهرمونات ولا لا لأنه دايما ودي يخفى لها الكثيرون ممكن تبقى مشكلة حضرتك نقص مستوى هرمون الزكور الدورة دموية عندك ما فياش أي حاجة ويبقى حلك حاجة اسمها تسيسيرون ريبليسمين ثيرابي وده بيخليك تتنقل من حال إلى حال فالفكرة أنه دايما التشخيص هو بيلعب الدور الأكبر واللي بناء عليه أنا بدي حضرتك علاج كامل يخص الهرمون لو كان فيه نقص وساعات حتى لو كان مستوى طبيعي من سميل ونورمل ويمكن قدامنا دلوقتي صورة للتشخيص وديحكلمنا عليها في حلقة سابقة بيوضح أنه دي صورة بتوضح تسريب وريدي أنه ضخ الدم جوه القضيب كويس لكن للأسف ما بيعودش فترة كبيرة جوه القضيب وبيرتجع مرة أخرى فبيفقد المريض الانتصاب بتاعه الحاجات دي في غاية الأهمية لانديلة عن طريقة هرسم خطة الألاج للمريض هل هو فقط محتاج دوء عند اللزوم ولا فيه حاجة ديلي دوزنج يمكن بره دلوقتي يا دكتور عيمان بقى فيه ريكمانيشن عالمية بعد سن الأربعين حتى لو ما فيه شكوى من ضعف جنس حتى لو ما فيه شكوى بناخد خمسة ميلي جرام تدلافيل تدلافيل on daily basis كل يوم حتى لو حقيقة ما ذكرتش ده برضو مشابه للسن دينافيل ولا مشابه للسن دينافيل بس ليه موضف أكشن مختلف شوية فبناخد خمسة يعني السن دينافيل معروف ان هو بيقعد أربع ساعات لست ساعات لا التدلافيل ده بيقعد ستة تلاتين ساعة فبالتالي بره دلوقتي بعد سن الأربعين حتى لو ما اشتكدش من وجود ضعف انا بديك خمسة ميلي جرام ديلي كل يوم كحاجة وقائية فبالتالي التشخيص مهم هاعرب بيواجه القصور فين وأوجه علاجي لي عارفيني انه اللي لعبت الكرة في الدور الإنجليزي كثير منهم بياخد سن دينافيل بيحسن لده الرياضة بزبط ده بقى ريكومنديشن عالمية دينافيل بس دي مش دعوة مننا انه حيك يلا بقى على أقرب سيدالي وناخد كل يوم اه لا لا لسه مختلف انا بتكلم على انه قديها سيف وقديها ليها استخدامات تانية كثير بالزبط بالزبط كده هيجي لك العين عنده خلاص عدم استجابة زي ما انت قلت هنعالجه زي يعني خلاص انتهى خبط في حيطة ولا لو اسلوب علاج داني تبدأ اول خطوات العلاج بالتشخيص حضرتك انا هعمل لك مجموعة من الفحوصات هنعرف بيها الوضع الحالي عندك ايه وجه القصور جاي منين ثم نبدأ خطوات العلاج بتاعتنا وده يقودنا النقطة مهمة جدا فيه المرضى تيجي تقول بس انا اسمعتك يا دكتور بتقول ان العلاج تلت مراحل حالة علاج دوائي حالة حقن موضعي وتدخلات جراحية مش انا اللي بحدد ومش المريضة اللي بيحدد ده بيتم في قضيق الحدود لكن اللي بيحدد هو طبيعة الحالة اللي بيحدد هو وجه القصور ودركته بمعنى في مجموعة فحوصات بنعملها ممكن انتكلمنا قبل كده على فحص البينايل دوكليكس وقلنا قد ايه هو مهم وقد ايه مهم انه يتعامل بايد خبيرة ومشكلتنا الكبرى في هذا الفحص انه للاسف اغلب اللي بيعملوه مش فاهمينه يعني يكتفي بكلمة مش فاهمينه يعني فبالتالي الاهم هو ان انا اعمل لك مجموعة الفحوصات اللي هي مش بس كمان هرمون زكورة مجموعة هرمونات متكاملة سكر حتى لو انت مش مريض سكر لازم تحلل سكر في مرضى بيكتشفوا عندي في الاعدا انه مرضى سكر وفحص الدوبليكس ده بناء على هذه الفحوصات هقدر اقول بالزبط انت درجة الضعف اللي عندك ايه ثم تبدأ خطوة العلاج اللي جاية لو في فرصة لعلاج دوائي ما بيكونش مجرد قرس عند اللزوم ده بيكون علاج دوائي كامل بنحفز بي الدورة الدموية حاجات بناخدها كل يوم حاجات بنحفز بيها مستوى الهرمون في بعض الناس تقول طب افرض انا الهرمون عندي مش ناقص هاخد برضو هرمون اه طبعا بس بدوز معين بجرعة معينة لانه في بعض الاحيان بيكون المريض الليفل بتاع الهرمون عنده طبيعي لكن محتاج اعلى شوية عشان نبدأ نشوف اعراض اكلينيكية احسن عن الموجودة عنده لكن طبعا مش كل الناس هتستجيب على العلاج الدوائي فبالتالي توجد بقى المراحل الاخرى اللي تكلمنا عليها اللي هي الحقن الموضعي او التدخلات الجراحية ويمكن احنا الحقن الموضعي تكلمنا عليه قبل كده ومعنا الصور بالزرطة كده وعندنا الصور الخاصة به الحقن الموضعي حل مشاكل الناس كتير يا دكتور عيمة فيه ناس كتيرا كانت فقدت الامل وقالت خلاص طالما انا مش جايب نتيجة على الحبايب انا كده معليش اي حل ومش عايز اعمل عملية يا اما ان انا خايف من فكرة تدخل الجراحي رغم بسطته او ان انا خايف من التكلفة بتاعته الحقن الموضعي انقذ الناس دي لان احنا بنتكلم على وسيلة سهلة فعالة وتقريبا ان التكلفة بتاعتها تشبه بالزبط تكلفة العلاج الدوائي العادي فالحقن الموضعي انقذ ناس كتير وعشان كده بنسميه القديم الجديد هو كان زمان موجود قبل ظهور المنشطات ومع فقدان الفعلية عند قطاع كبير من المرضى رجع تاني يبقى حل لهؤلاء المرضى فالحقن الموضعي واحد من اهم الحلول اللي ممكن نلجالها في حال ضعف الاستجابة على المنشط الجنس لكن يبقى ان الحل النهائي والجزري واللي بيخليننا دايما نقول بقلب جامد يعني ان الضعف الجنسي مرض له حل هو وجود جراحات زرع دعامات القديم اللي هي الجراحات اللي بتشكل الحل النهائي اللي يخلي المريض يرجع له قوته الجنسية ويمستقن في حياته الجنسية بكل نجاح ضيف العزيزة القيمة العلمية المتميزة اللي بتساعدني جدا بحواره العلم بتساعدني بحوارك العلم شكرا جديد وبدقة توصيفك الرائع جدا السيد دكتور رحمد عبد العادل مدرس واستشاري أمراضي سكورة والاقب وكل الطب بأسر العيني واستشاري عقم الرجال والضعف الجنسي وزميل الجمعية الأوروبية للصحة الجنسية صاحب الأداء العلمي الرائع جدا والمحدد جدا والوضع والأكاديمي جدا في الهدايب المعنى سبحان احنا لازم نحافظ على ظهر هنا أرجوك يا جماعة حافظوا على ظهر أرجوكوا ما تشيلوش حاجات وتعملوا حركات مفاجأة تدور الظهر هو فكر متقدم قادو جراحي المخو العصاب من مئات السنين لا بد أن أنا يبقى معايا نافيجيشن عشان أقدر أختار التارجد صح أحط في المكان الصحيح أبقى استوفيتي اللي أنا عايزه بشكل دقيق جدا تثبيت العمود الفقري من التقنيات